أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وأنا العبد الضعيف المذنب العاصل محتاج الحقير أشهد لمنعمي وخالقي ورازقي ومكرمي كما شهد لذاته وشهدت له الملائكة وأولو العلم من عباده بأنه لا إله إلا هو ظن نعم والإحسان والكرم والامتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كارهم مدرک صمدير يستحق هذه الصفات وهب على ما هو عليه في عز صفات كان قبيا قبل وجود القدرة والقوة وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلام لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال وجوده قبل القبل في أزل الآزال وبقاءه بعد البعد من غير انتقال ولا زبان غني في الأول والآخر مستغن في الباطن والظاهر لا جهر في قضيته ولا ميل في مشييته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا من جاء من نقماته سبقت رحمته غضبه ولا يفوته أحد إذا طلبه أزوح العلال في التكليف وسوف التوفيق بين الضعيف والشريف مكنا أداء المأمور وسهل سبيل اجتنا بالمحضور لم يكلف الطاعة إلا دون البسع سبحانه ما أبينا كرما سبحانه ما أجلا نيلا وأعظمها إحسانا بعث الأنبياء ليبينا عدلا ونصب الأوصياء ليظهر طوله وفضلا وجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بغوله هذا علي إلى آي وأشهد أن الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار علي قامع الكفار ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي ثم أخوه السبط الطابع لمرضات الله الحسين ثم العابد علي ثم الباقر محمد ثم الصادق جعفر ثم الكاظم وموسى ثم الرضا علي ثم التقي ومحمد ثم النقي وعلي ثم الزكي العسكري الحسن ثم الحجة الخلف القائم والمنتبر المهدي المرجاء الذي ببقائه بقيت الدنيا ثم النبي لبر اشهد ففي ينه رزق برانه ثم النبي ومحمد ثم الاعابد عليها ثم النبي ومحمد ثم النبي ومحمد فامتثى لهم فريضا وطاعتهم مفروضا ومودتهم لازمة مقضيا والاقتداء بهم منجيا ومخالفتهم مرديا وهم صادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين فأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأنصياء المرضيين وأشهد أن الموتى حق ومساءلة القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق والحساب حق والكتاب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم فضلك رجائي وكرمك ورحمتك أملي لا عمل لي أستحق به الجنة ولا طاعة لي أستوجب بها الرضوان إلا أن اعتقدت توحيدك بعد لك وارتجيت إحسانك وفضلك وتشفعت إليك بالنبي وآله من أحبتك وأنت أكرم الأكرمين وأرحموا الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا أرحم الراحمين إني أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستهدى وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موت برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة